بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بنتكلم عن حالة من حالات الاضطرابات الفيسيولوجية لثمار البطيخ اللي هي بسموها الفيزيولوجيكال دي سودرز والحالة اللي قدامنا ده هي حالة تشوخ الثمرة بالشكل اللي احنا شايفينه دهوت واللي بسموه الفكهة المشوهة او المسشيبينفروت 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 دهوت او الفكهة اللي هي مشوهة اللي قدام حضرتك ده هو الشكل دهوت اي واحد بشوفه للأسف الشديد بيصنفوه اخواننا انه هو نقص في عنصر البوتاسيوم تمام خلاص طالما الشكل اللي قدامك ده هو تكون مثري او شكل القل اللي بنشرب منها في مصر تصنف على طول انه هو نقص عنصر الكالسيوم زي ما بيحصل في الخيار وخلافه في الحقيقة هو فيه اسباب او ثلاث اسباب بالنسبة للحالة اللي بتظهر قدامك ده هي تمام او اول سبب من الاسباب ده هي اللي هو طول بالك عشان فيه اسباب مهم هتقول للتلقيح انت بتقوله كل مرة اصل التلقيح ده جماعة مهم والله في القرعيات بالذات التلقيح مهم في القرعيات بالذات يعني لازم يكون فيه اب ويكون فيه ام ويكون بينهم اتصال جنسي تمام يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت اموك بغية الشيء الفري او الشيء العجيب انتولد طفل بدون اب هو سيدنا عيسى عليه السلام فكذلك لازم وجود الاب والام فلابد من الظهرة المذكرة ولابد من الظهرة المؤنثة تمام ولابد من وسيلة اتصال ما بين المؤنث والمذكر بتتم في الحيوانات والانسان وخلافه عن طريق الالتقاء الجنسي طيب الالتقاء الجنسي هيبقى هيبقى بالنسبة للخضار او بالنسبة للبطيخ بالذات هيبقى بحالة ايه ابقى بحالة النحلة او قد يكون النمل الزباب نفسه بتاع المنزل دهو تمام بيتجذب للظهرة المذكرة عن طريق الظهر الشعاعية او اللون الاصفر اللي بتشوفوه دهوت وبياخد حبوب اللقاح في رجله او فمه وبيطلع على الظهرة المؤنسة بيحصل عملية التلقيح وبعدها عملية الاخصاب وبتطلع عندنا الثمرة بالمنظر الكويس تمام طيب لو ما حصلش كده الثمرة هيطلح فيها تشوه زي ما حضراتكم شايفين كده هوت قد يكون التشوه دهوت بسبب التلقيح طيب فيه اسباب تانية للموضوع دهوت او فيه اسباب تانية بالنسبة للموضوع دهوت ايه السببب التاني السببب التاني حضرتك ان قد يكون الثمرة وهي صغيرة اتحطت في مكان التربة غير مستوية التربة نفسها كانت غير مستوية احنا بنشوف بطيخ في حجم المربع بالشكل المربع او بالشكل اللي هو المستطيل ده كل اللي بيحصل ايه ان المزارع انا كان عندي حد في الشركة اللي بعمل فيه بيحط البطيخة وهي صغيرة في قالب او بيحطها في سطل او بيحطها في شكل ايا كان اي شكل كان حديد او بلاستيك وبحط البطيخة فيها كل ما بتكبر بتاخد الشكل اللي هي او الحيز اللي تحطت فيه تمام فانت لما الارض عندك بتكون مش مستوية تمام بتدي البطيخة الحجم اللي هي بتنزل فيه او الشكل اللي بتكون فيه البطيخة الارض مش مستوية بتنزل بين طوب مثلا في التربة فبيحصل قد يحصل المنظر اللي حضرتك شايفو ده طبعا انا ما بقولش كلام ده من عندي دي دراسات عديدة اتعملت على القصة ده والبحث اساسا اجنبي قد يكون برضو ان الظروف مش مواتية وخصوصا في ظل ارتفاع الرطوبة العالية في ظل ارتفاع الرطوبة العالية وعشان نكون برضو منصفين الرطوبة لو كانت عالية هتأثر على امتصاص العناصر الرطوبة لو كانت عالية هتأثر على امتصاص العناصر كلها تمام مش كتأثر على امتصاص العناصر وخلاص يعني كن هي برضو تأثر على امتصاص العناصر مع وجود الاسباب اللي احنا قلناها دهيا وخصوصا عنصر الكلسم برضو قد يحصل لي شوية مشاكل قد يحصل برضو في البوتسيوم شوية مشاكل طيب لكن احنا بنشوف الثمرة بالمنظر دهوا ما بيحصل لهاش ان بيحصل فيه تعفن في الطرف الزهري وراء الثمرة طبيعية خالص يبقى دهوت بعيد خالص عن قصة الكالسيوم تمام قد يكون البوتسيوم اه معاك قد يكون البوتسيوم ولكن برضو اذا كانت الحالة حالات فردية فمش هنقص على هالبوتسيوم ليه لان الثمار كلها كويسة ففيه نسبة معينة من ده يبقى اصبح عندي مشكلة مش مشكلة البوتسيوم طيب وما لها تبقى مشكلة ايه الرمي الطرفي يا جماعة الرمي الطرفي لان احنا دايما الثمرة البطيخ بنحملها 3 4 على حسب القرش بتاعها 5 6 على حسب الاجام بره اللي حضرتك عايزها تمام وبننزل نعمل حاجة في البطيخ بنسميها التهدير يعني التهدير في البطيخ كده في حجم اللمونة الكبيرة كده اللمونة الأضالية مش صغيرة بنمشي في الأرض اللي هي شكلها مش مظبوط تمام بنبدأ نعمل لها نشيلها اساسا وبنرميها بره خلص بنقطعها تمام وبنبدأ نشيل اللي هو الرمي الاولاني خالص يعني كويسة ليه لان في الأول ما كانش فيه مجموع جزري اساسا لغزي البطيخ الصغيرة ده او انت تأخرت في البوتاسيوم شوية تمام او كان عنصر البوتاسيوم ما ضغطناش او بيه لان احنا هنضغط بعد بعد عملية التزهير تمام او انه حصل اساسا في الاخر خالص فمعروف ان البطيخ الكبير لما بيكون او الثمار البطيخ الكبير طبعا او الحبحة بسميه زي ما تسميه بيكون مهيمن على اواخد نصيب الاسد من التغذية اللي هي طلعة من الجدر تمام الرمي الطرفي دايما يكون صغير لانه مش ريح له اساسا كمية كبيرة من الغذاء فبينزلي اساسا ايه بالتشوه ده طيب واحد بيسيبه بيسيبه ليه لان انا اساسا عندي بعض الثمار البطيخ استوت وبياخد هو الدور التاني او التالت من البطيخ اللي في الاخر دهوت لانه بوفر له غذاء بعد ما بيشيل البطيخ اللي هو احجامه كبيرة قد تستخدم الاسمدة الورقية تمام عشان تساعدك شوية في ان الغذاء يكون مع الاحماض الامنية لازم مع الاحماض الامنية تمام علشان يبدأ النبات بتاعك يعني بس شرط يكون الظروف موتية لزراعة البطيخ ما تجيش في الظروف المعاكسة وتقول لي الموضوع ما جابش همه ده يبقى المشكلة منك انت دي كانت معلومة بسيطة بنوعي بها اخواننا المزارعين شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته